موقع كامل اخد مني بالزبط ربع ساعة موقع خاص بي اقدر اكبره في اي وقت واعمل فيه اللي انا عايزه في المستقبل الفكرة ان انا ما عنديش وقت اعود اصمم ولا اتعلم تصميم مواقع وفوق كده الحالة نشفه وماقدرش اشتغل مع حد يصمم ويدير الموقع والكلام ده عايز حاجة سهلة ومبشرة ومش محتاجة كود كتير او مش محتاجة كود خالص والمهم سعرها كويس وفوق كل ده عربية وفعلا لقيتها وعملت الموقع ده هو طبعا موقع صغير دلوقتي وما فيوش محتوى كتير ولكن مع الوقت اه هكبره واضيف فيه كل المحتوى بتاعي صباح قبل مساء كوه احلى انا ويلش ودي حلقة جديدة من فيرانسولجي اللي اهم احتاجي احلى والله سنديان هو منشئ مواقع عربي هتقدر تعمل عليه موقعك في دقايق ومن غير ما تبقى حتى عالف كود وكل الحكاية هتختار التمبلت والدومين بتاعك وتدفع الاشتراك السنة وشكرا الموقع بتاعك جاهز ولايف وانت بقى اعدل عالي زي ما انت عايز على المحتوى على التصميم براحتك يعني اي حد من الافراد للشركات يقدر يستفيد منه ويعمل موقع خاص بشغله والمهم انه يقدر يعمل ده بسهولة ومن غير معرفة سابقة بالبرمجة او التصميم ولانها منصة عربية فهي متوافقة مع اللغة العربية جدا ومش هتحصل لك المشاكل اللي بتحصل على المنصات التانية لما تيجي تكتب عربي ده غير ان موقعك قابل للتغيير والتخصيص بشكل كامل وبسهولة فيه ما تخيل وده لان سنديان بيعتمد على اللي هي بيلوه عليها السحب والافلات اللي هو تاخد العنصر من هنا توديه في المكان اللي انت عايزه وتقدر تختار كمان طبيعة العنصر والبهيفير بتاعه على الموقع بالاضافة لحاجات مهمة كتير صعبة على الناس اللي ما يعرفوش برمجة او تصميم يعملوها ده غير انه عليك قوالب او تمبلتز جاهزة كتير جدا اكتر من 70 تمبلت تقريبا طبعا العدد ده ممكن يكون صغار دلوقتي بس هما بيتطوروا جديد كل يوم يعني لسه التحديثات هينزل معك ديك وكل قالب من دول جوا اقسام متصميمة باحترافية عشان تناسب مجالك مهما كان وطبعا مع ميزة التخصيص والتعديل السهلة جدا فانت في ايدك تشكلب كهان التمبلت اللي انت اخترتها وتخليها بقى على زوقك وبتاعك خصوصا ان لوحة التحكم بسيطة جدا وملينا جدا ولو عندك خبرة طبعا فتقدر تصميم موقعك بالكامل وبرضو بسهولة جدا اللي هو تاخد العنصر من هنا تضيفه هنا وكل اللي محتاجه عشان تبدأ انك تعمل حساب تختار القالب او التمبلت يعني تدخل بيانات الموقع تدفع تصميم ولما تبقى جاهز تعمل اطلاق وانت سايب ايه ده ولو عندك تيم او شغال مع مصمم او كاتب عن بعد يعني ففي ميزة العمل مع فريق اللي تقدر من خلالها تدي صلاحيات معينة لكل فرد في الفريق بحسب دوره يعني يعني الكاتب مثلا والمحرر يشتغلوا عن محترم غير ما يلعبوا في حاجة والمطور والمصمم يعملوا شغله ومن الحاجات المهمة او كمان هو ان المواقع اللي هتعملها على سنديان متوافقة مع الاسي او ده غير ان الموقع بتاعك هيبقى متوافق مع كل الشاشات اذا كان كمبيوتر او تابلت او تليفون ودي ميزة مهمة او للاسي او بتاع موقعك تكلفة الاشتراك في سنديان عادة 60 دولار بس دلوقتي فيه خصم 40% على الاشتراك فمش عايزك تضيعه لانك معا للشرك هتاخد استضافة وهيدعموها بالشارة حماية ومسرع مواقع وطبعا دومين من اختيارك او حتى تقدر تربطه بالدومين بتاعك لو عندك واحد الموقع الخاص بيك هو واحد من اهم العناصر اللي لازم تكون موجودة في البزنس بتاعك بغض النظر عن حجم يعني شغال لوحدك فريلانسر او حتى عندك شركة الحجم فعلا مش مهم لازم يكون فيه موقع المهم انك تقدم شغلك بشكل احترافي ومنظم وسنديان هيوفر لك ده اشوفك الحلقة الجاية كان فيه حلقة عملتها من فترة انا عارف على طول هتكلم على ايه النهاردة لان الموضوع مرتبط يعني بالموقع كان فيه حلقة عملتها من فترة مش فاكر اسمها ايه والله بس هي في السلسلة دي في سلسلة فريلانسولوجي وكنت بتكلم على العناصر اللي لازم تكون موجودة عشان تطلع من دايرة اللي هي الموقع بتاعة الجيكز دي دي هزي اللي تعرفينها وان انت تبقى فريلانسر شغال مع عملة برا بتتحاسب باللي انت عايزه وده هتلاقيه كتير قوي هتلاقي الناس اللي بيعملوا كده هتلاقي عندهم حساب لينكدن احترافي جدا عندهم بورتفولي احترافي جدا حتى لو وهم على فكرة يعني حتى لو وهم حتى لو ايه حتى لان الواهم دا في حالتين اما ان هو ما اشتغلش قبل كده خالص فقرر يعمل يطبق مهاراته على براندز على كامبينز وهمية او ان عنده ماضي حاجة مع الشركة او مع العملة بتوعه فبيضطر يغير في الاسماء والكلام دا وكمان معها تالت حاجة يعني بعد اللينكدن وبعد البورتفوليو الموقع لان السوشيال ميديا في الغالب مش احسن مكان تتعمل بروموت يعني مش احسن مكان احترافي عشان تبعته للعميل يعني العميل متوقع ان انت لما تبعت له بورتفوليو مثلا يكون فيه طبعا الشغل بتاعك بريف عنهم كيس ستاديز الكلام دا كله ويكون فيه طرق تواصل والموقع طرق التواصل دي اللي هي الايميل رقم التليفون والموقع بتاعك في الانكدن برضو ان انت تضيف الموقع بتاعك دا حاجة حلوة جدا وبرضو عالسوشيال ميديا لو عايز تضيف الموقع بتاعك دا برضو هتبقى حاجة جميل يعني انا بدخل عالسوشيال ميديا باشوف شغلك بس انا عايشوف الموقع بتاعك عامل ازاي هي النسبة تشتغل بالطريقة دي على فكرة فما تستهونش بيها ما تستهونش بنقط الموقع انا هدور على الحلقة دي واشوف لو اقدر ازود عليها وعمل لها افديت كمان لان هي كانت فكرتها ان انت تطلع من دايرة الجيجز للجاية دايرة ان انت بيزنس بقى ان انت بتعمل شغلك لوحدك من غير ما يبقى فيه وسيط منك للعميلة على طول وازاي بقى العناصر المهمة اللي لازم تكون موجودة عندك انا هشوفها سيئة موجودة في السلسلة دي وفعلا هتفدكو بلد الحاجة اللي بعد كده اه بالنسبة لمبادرة اللي انا اتكلمت عنها هنا وتكلمت عنها في فيشبوك مبادرة مواهب تحت الطلب او بالنسبة الناس اللي قدموا فيه جزء منهم اتقابل معنا بعد التصفيات يعني اللي احنا شفناها البروفايلات اللي احنا شفناها وعملنا التصفيات وكان فيه اسباب انا اتكلمت عنها في فيشبوك ليه الناس فيه ناس تقابلوا فيه ناس ما تقابلوش والناس اللي اتقابلوا كلهم وصلوا لهم ايميلات بتطلب منهم طلبات الطلبات دي مش معناها ان هو اختبار تاني وهيتقبلوا او لا او الكلام ده لا خلاص هم معانا بس اهم حاجة ان انت تلتزم من الدروس اللي انا يعني الدروس اللي احنا ناخدها من الموضوع ده انا حتى كتبت بوست عنها يمكن احطه في الفيديو ده في الوصف بتاع الفيديو عشان بعض المعود اقراه ليكو بس فيه درس مهم جدا او اكبر درس يعني انا كتبت كذا نقطة بس يعني ما تستهونش بالحاجات دي يعني انا مش عايز بانك حاجة انا يعني انت عشان تعمل اعلان لشغلك دلوقتي على فيسبوك شوف هيتكلف كامل عشان تروح لانفلوانسر تقوله اتكلم عني في فيديو شوف هياخد منك كامل او شوف هيطلب منك ايه انا مش عايز منك حاجة انا كل انا عايزه منك ان انت تطبق شغلك تطبق شغلك واحنا انا والناس اللي هم برضو من الناس اللي قدموا في المبادرة دي هيه هيبقوا يعني حريصين على ان هما يحطوا الهاندلز بتاعتك ويحطوا البيانات بتاعتك وازاي الناس تتواصل معك في الديسكريبشن لازم يعني لو الفيديو ده انا مش عارف فيه حد من الناس اللي تقابلوا هيعمل الفيديو ده ولا اه بس لو الفيديو ده حد عمله هتلاقوا اسمه على الفيديو ان الفيديو ده منتاج كزا مثلا وفي الاخر برضو شاشة سودة زي التتر كده بتاع الافلام اسمه وتحت في الديسكريبشن هتلاقوا البيانات بتاعته وازاي تتواصلوا معاه انا عايزة فيدك انا مش مش فما تستخصرش ده يعني انا متستخصرش المجهود انا دلوقتي قلتلك ايه لو عندك بورتفوليو حط اللينك لو ما عندكش بورتفوليو بوريني شغلك واحد لعمل ده ولا عمل ده طب انا اكلمه على اساس ايه مثلا ده مثال او حد مثلا شغال في مجال معين وبعتلي مثال بسيط جدا مش مبين اي حاجة في شغله انت خايف من ايه وانا اخطفك انا مش اخطفك انا عايزة فيدك انا مش مستفيد حاجة انا عايزة فيدك ده بالعكس ده انا يعني بس ترتيب الاملات يعني انا وصلني تقريبا اه لما كتبتلي بوست كان وصلني تقريبا تسعين دلوقتي بقى مية وخمسين انتو عارفين يعني ايه قاعدة بص على مية وخمسين اه شغل بتاع واحد يعني مية وخمسين واحد بعتلي شغل وشغل مختلف منتاج وتصميم وتصوير وكتابة فأريدي الصداع جه يعني انا اصلا ببزن مجهود وانت مش عايزة تبزن مجهود شوية كده بعتلي لينك القناة يوتيوب بتفتح قناة يوتيوب ما تلاقيش عليها حاجة تقنعك ان الراجل ده هتشتغل معاك يعني انت لو بعتها انا بعتبر نفسي عميل لما انا بفتح الشغل ده ما بعتبرش نفسي وليد بعتبر نفسي وليد اللي انت تعرفه ولش يعني لا بعتبر نفسي عميل جايلك وبقول لك وليلي شغلك بعتلي بروتفوليو بتاعك مفيش حاجة انت تبعتلي تيك توك حتى بس علي شغلك وعلي شغل احترافي مش اخش الاقي فيش حاجة اتعبر عن كده خلس او شغل بسيط جدا 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 يعمله واحد لسه بيتعلم مثلا على موفي ميكر او تبعتلي حاجة مكتوبة بالذكاء الاصطناعي ايه يا باشا ما حنا اتفقنا وبعدين بينا وبعدين لو انا نشرت مقال بالذكاء الاصطناعي ده مش هيعملك رانك ما هو انت نجحك في التاسك ده يعني ها دلوقتي لما انا اقول لك استخدم يعني الهدف ايه برضو بعدين انت مثلا وليكن عملتلي فيديو الفيديو جاب مشاهدات انت ده تاخد الفيديو ده تحطه في البرتفوليو بتاعك وتولي الناس المشاهدات لان المونتاج بتاعك ليه دور في المشاهدات ده كتبتلي مقال بلوك مثلا وانا نشرته البلوك دي جابت رانك عالي وابتاعه ومعرفش ايه ما ده بتاعتك انت لكن لما جوجل يقفش انها مكتوبة بالذكال الاصطناعي عمره ما هيصدرها في الرنكة عمرها ما هتبقى في السيرب مسلا في اول صفحة صعب صعب فمش عايزك تستهون وتبقى عايش بالفعلة خد وقتك الموضوع مش مش سلق بيت زي ما بيقولوا اوقت كده فكر وضبط دماغك حتى لو ما عندكش بورتفوليو انا كنت عملت فيديو زمان مش زمان قوي يعني حوالي سنة او سنتين ازاي تعمل بورتفوليو حتى لو ما عندكش خبرة حتى لو ما شتغلتش قبل كده شوفوا الفيديو ده هيفيدكو جدا لو انت بتشتغل في مجال ابداعي لازم يبقى عندك بورتفوليو لازم يبقى عندك موقع لازم يبقى عندك حساب لينكدن النهاردة حلتلكو موضوع الموقع قبل كده عملت الفيديوهات عن لينكدن دلوقتي وفي فيديو قديم عن البرتفوليو نقصك ايه ايه اللي نقصك قولي كده بصلي كده وانا بتكلم نقصك ايه منفعش وبعدين ترجع تشتكي ده العميل ده وحش ده اللي عملة بيعملونا معرفش ازاي ده واحد بيقر علي عشرة جنيه للدقيقة ده ما انت اللي عامل اللي مخالي نفسك محل يا معلم انت اللي مستهون ومقلل من نفسك اعمل منظر لشغلك اعرف اسعار السوق ايه وتعامل على اساسها ما تشتغلش كده بال باللي هو العدد في اللمون ايه ده اكبر عايزتي عايزتي بقى ليك ايه ما في السوق تكبر تعمل شكلك لنفسك شكل طبعا شغلك مهم جدا استعمل نفسك شكل لازم بورتفولي شكله حلو موقع شكله حلو حساب لينك ده ما تزبط شغل نظيف ما تقدمش وخلاص وترمي ارمي 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 ده ما تبعت ايه تعلم تكتب ايميل ده فيه منكم ما بيعرفوش تكتبه ايميل اجدعان بتبعت الايميل فاضي فيه بس الملف ايه ده انت بتتواصل مع بني ادمين كلمهم انا يعني انا انا بتكلم الكلام ده من الحرقة والله مش انا مش مستفيد حاجة يعني انت انا ما عنديش اي استفادة انت اللي تستفيد لما تطبق الكلام ده اسنع كلامي على سنة انا عندي خبرة يعني معدية العشر سنين خدها كده وحاول تطبقها ما فيهاش حاجة خبرة يعني في موضوع الفريلانسين ده خدها وطبقها حاول جربت طرق كتير وحشة وفشلت جربت طريقة دي ممكن تنجح يا عمي ما فيهاش حاجة وانا اي صلاف